جبال من المال في شهر مارس سيدة الفلك ماجي فرح تزف بشرة مفرحة لأصحاب هذي الأبراج المحظوظة عتحدث قريبا إن شاء الله أول حاجة طبعا رغم الرقود الأيام الأولى من الشهر لكن أبراج دي هتحقق إن شاء الله أمنياتها في السعود في شهر مارس وممكن تنقلب الأمور لبعض المواليد زي الميزان والجوزاء والأسد وغيرهم لسه من أبراج أول حاجة من نسبة للحمل من المتوقع أن يشهدوا نجاحات كبيرة وفات التغيير في الشغل منه يشير إلى مكافأة الجهود المبزولة في العام اللي فات ويحققوا نتائج مصمرة لجهودهم السابقة وتأثرونها بتأثير كواكب أخرى مما يجعل هذا الشهر مليء بالتناقضات وأيضا وفيه تحديات وفرص جديدة جدا للحمل وينصحهم وتنصح الخبيط الأبراج مجي فرح بتناغم مع أولئك الذين يشبهونهم في الأفكار والأهواء والمشاريع أما من ناحية العاطفية في مولود الحمل متحمسين لعلاقات صاخبة ومليئة بالمفاجآت وممكن يجذب أحد الأشخاص لمولود الحمل ولكن هيخفي مشاعره وانتبعاته بسبب وضعه المهني أو المهمة الكبيرة اللي بيواجهها وممكن يحرموا هذا الوضع من التواصل مع مشاعره أما التور فقلت فيه نجاحات وسعادة حافلة للتور وممكن تجلب الأعمال السابقة النجاح والعافية في هذا الشهر وأنه كمان هيكون متفائل هذا البرج بسبب جوبيتر بشكل خاص والشمس وفينوس وماء ومارس وبلوتون هيشكله طالع جيد للتور وأيضاً هيبقى فيه بالنسبة للصعيد العاطفي يعني هيبقى فيه حلول المشاكل العاطفية اللي بتواجههم وكمان ممكن يبقى فيه عاصفة رمادية لكن بعد كده هتنقشع ويبقى فيه تفاؤل وفيه أشياء إيجابية كبيرة جداً في شهر المارس أما الجوزاء فقالت أن برضو في بداية الشهر يكون نبهاتة اللون ولكن لازم يسعوا لإتمام مهمة معينة يجب عليهم أن يكونوا مستعدين لمواجهة تحديات الشغل اللي بتسود في هذا الشهر يكون شهر شاق ويطلب الحنكة والدهاء والتصرف الحكيم وهم فيعتبروا في مرحلة حضرية تحقيق بعض الأهداف وممكن يضطروا يبتعدوا عن الأضواء وكمان بالنسبة للسعيد العاطفي هيبقى فيه جو من البرودة في البداية ولكن لازم يضطروا أن يبتعدوا عن الأشخاص اللي بيحبوهم في الأول ويسب عليهم ممارسة جاذبيتهم مع الآخرين أما السرطان هيكون شهر مفتوح للعلاقات الجديدة والشراكات المفيدة وأيضا هيجذب بعض هؤلاء الشركاء بأداء ممتاز ودبلوميسيته ويجب أن يكونوا بعملية إقناع في هذا الشهر وكسب مواد بعض الشركاء وبرضه مولود السرطان هيصير الإعجاب في هذا الشهر إذا تعامل بدبلوميسية ولا باقو أما بعد كده موليد الأسد هيشهدوا شهر مصيري للإهتمام وتوقع لهم فرص جيدة للنجاح والتقدم في مجالاتهم المهنية وهيشعروا باستقاة والقوة وقدرتهم على تحقيق النجاح ويتعين عليهم تحقيق بعض الأهداف والتموحات الشخصية في هذا الشهر أما العزراء هيبقى فيه حقيقة وتقدم كبير في هذا الشهر وتمكنهم تحقيق أهدافهم وتجاوز العقابات بسرعة كبيرة وبعض الكواكب هتعزز مواهبهم وقدرتهم في التنظيم والتوجيه والقيادة ويعيشوا فترة مميزة جدا من إنجازات أما الميزان توقعات بنسبة للميزان وبنسبة للعقرب والقوس والجدي والدلو هنقولهم دلوقتي طبعا هيبقى شهر جميل جدا للميزان وملئ بالفرص والتحديات وتوجيهم بعض الصعوبات لكن هيتغلبوا عليها إن شاء الله وتنصحهم إنهم يتموا بصحتهم وكمان يمرسوا الرياضة أما العقرب فيه فرص مهمة ممكن تواجه بعض المشكلات في العلاقات الشخصية والعمل لكن هيتمكنوا برضو من تجاوزها إذا استخدموا قواتهم الداخلية وقدرتهم مع التكيف أما القوس ممكن يبقى شهر مليء بالتحديات والفرص المصيرة وفيه صعوبات في العمل والعلاقات الشخصية لكن هيتمكنوا من التغلب عليها إذا استخدموا قدرتهم الإبداعية والتفكير الإيجابي أما الجدي يتوقع أن يكون شهر مليء بالتحديات والفرص الجديدة ويواجه بعض الصعوبات في العمل والعلاقات الشخصية لكن هيتمكنوا من تجاوزها إذا اعتمدوا على قدرتهم القيادية والتنظيمية أما الدلو يكون شهر مليء بالتحديات والفرص المصيرة واجهوا بعض المشكلات في العمل والعلاقات الشخصية أيضا وتجاوزوها بالقوة العقلية والابتكارية اللي هم عندهم أما الحوت شهر برضو مليء بالتحديات والفرص المصيرة واجهوا بعض الصعوبات في العمل والعلاقات الشخصية لكن هيتجاوزوها بالقدرات الإبداعية والتفكير العميق وتنصحهم بالتركيز على النمو الشخصي وتحقيق التوازن في الحياة شكرا